السلام عليكم انا امل صالح ودي قناتي الكروشي لا تنسوش تشتركوا فيها واتفعلوا زر الكرس عشان يوصلكم كل جديد هعمل معاكم النهاردة هستخدم خيط ناكو طبعا احنا هنعمل الجيب انتو شفتوها الخيط حلو ملمسه حلو بس هو مش بديل الاوفر ولا حاجة لاليزا لان دي بخمسة وستين جنيه هي ميت جيرون برضو طيب احنا هنبدأ عموما على طول عشان انتو عارفين يوحب الشرغي قوي قبل المشروع دي ابرى اربعة ونص وده الاقتراح بتاعها عموما المقاس ده هيبقى من طفلة من تسعة شهور لسنة كده انا بدأت البداية السحرية اللي عارفتني يعني اللي امتابعني هيبقى عارفها اللي مش عارفني هحطله اللينك بتاعها تحت الفيديو وكمان انا هعمل معاكو اهو هي فكرتها ان انا بشتغل ادي واحد اتنين تلاتة بس انا هنا هعمل اتنين بس يعني الطبيعي بتاعي في البداية السحرية بعمل تلاتة هنا هعملها اتنين بس عشان تبقى الغرزة مقفولة شوي وهقوم جاية دخلة هنا كده تمام تعالي هقوم جاية دخلة هنا كده ومرتفع بالعمود كمان مرة اهو سلسلتين وارتفع وهدخل في العمود طب بنعملها ليه؟ دي بتسهل عليكي بدل ما تعملي سليسل وبعدت تدخلي في كل السلسل هنا كده عملنا فراغ هندخل ايه؟ هندخل فيه تمام معايا؟ تمام طيب هنبدأ بقى انا اهو عملتهم دي لو قستيها مش هتجيب اتنين وخمسين دي هتعملك حوالي مثلا تمانية واربعين خلاص كده ده تمام كده معايا لشان ساعة ما هشتغلها هتلاقيها متجاية مفروضة كده هتوصل للاتنين وخمسين حالا هنشوف مع بعض احنا اهو اهو لازم تاخذ بالك ان انت منت بتقفليها ان هي ايه تمام فاهو يلا نقفلها من اول حاجة بدأنا بيها تمام؟ اهو وهقفل بمنزلقة عادي جدا قفلنا بمنزلقة اهو خلاص طيب هنعمل ايه بعد كده؟ ادي واحد اتنين نرتفع انتوا عارفين ان انا برتفع للعمود ده برضو اللي انتبعني يعني انا برتفع للعمود سلسلتين خلاص كده؟ طيب هدخل بقى هنا هنا في اول فراغ عندنا معايا كده هاعمل ادي واحد بس اخد معايا الخيط اللي ورا ده عشان التقفيل اهو ادي واحد اول عمود اتنين تاني عمود هلوس كده؟ تالت عمود هحطه فين؟ هحطه في النص بين دي وبين دي اللي هو هنا كده معايا تمام؟ يا رب تبقى وصل لكم هعملها تاني اهو في الفراغ هعمل اتنين عمود عادي اهو ماشي ماشي في النص هنا ما بين الفراغ ده وما بين الفراغ ده هقوم جاية اللي هو في المكان اللي انا كنت بدخل فيه الغرزة السلسلة الايه برقص دي عشان اطلع بالوحدة اللي بعدها معايا كده عايزة تعملي جوه كل فراغ تلت عمود تواني بس انا مش عايزة يديني شكل الجراني ادي الفكرة يعني خلاص؟ اهو اللي بعده ادي واحد اتنين هدخل في الفراغ في الفرق اللي بين الفراغ في النص اعمل تلاتة وانت بتشغلي طبعا هتلاقي بدأ يدور معاكي كده ما تفكريش ان هو هيقوس ولا حاجة ما تخلصي الشغل لحد الاخر هتلاقيه لم معاكي لان احنا كمان لسه هنعمل ايه؟ البليسي خلاص كده طيب هخلص بقى الاخر السطر وارجع معاكي نكمل سعر بصوا بقى دلوقتي اهو خلصتها تمام وعملت عمود في اخر حتة دي عساس ان انا عملت في الفراغ الاخير اتنين وعملت في اللي بعده اهو عمود لان انا مليش دعوة بده اللي ارتفعتلكم مش هحسبه وبعدين هدخل هقفل بمنزلق بصوا بقى دلوقتي لما هاجي اقيسه فين اهو؟ بصوا خليكم معي اعمل 51 تمام؟ يعني هو مع المط هجيب الايه؟ اللي 52 و 53 كمان فادي الفكرة بخدي بالك بس ماشي؟ ان انت تبقى يمقلل العدد وانت بتبدأ طيب هنا آآ الله ما صال عليك يا نبي هنبدأ بقى هنعمل آآ اهو هنعمل البلسي خلاص كده؟ البلسي هنبدأ مع بعض هنرتفع واحد اتنين معايا كده اهو فوق ده خلاص هنقوم جايين نلف الخيط نلف الخيط ماشي وندخل نجيب الابرة من ورا ماشي؟ تبقى الابرة قدام العمود خلاص؟ ادي ابرتنا اهي واده العمود وراه ماشي؟ ونسحب الخيط اهو هندخل نخلي العمود ورا الابرة ونسحب الخيط كده ونخلص العمود عادي واللي بعده كده وندخل في العمود نخلي الابرة وراه نخلي الابرة وراه ونسحب الخيط ونطلع نخلص العمود عادي تاني هناخد الخيط معنا عادي كأنه عمود يعني هو فعلا عمود تمام؟ هندخل مرة هنخلي الإبرة هاللي قدام كده ومرة ومرة هنخلي الإبرة وراء كده ماشي يبقى مرة هنخلي الإبرة قدام العمود وراء هو ده العمود الخلفي ومرة هنخلي العمود قدام يبقى ده عمود أمامي تمام كده العمود وراء يبقى ده عمود خلفي العمود قدام يبقى ده عمود أمامي طيب وبعدين وبعدين أهو بدأ إيبان هكمل دي كلها كده بلسي وأرجع لكم خلصتها أهو 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 هقفل بقى كده هنا بمنسلقة تمام أهو ماشي طيب هعمل إيه؟ هرتفع لتنين سلسلة برضو وهقوم جاية دخلة في العمود الخلفي فوق كل عمود خلفي عمود خلفي يعني هدخل بنفس الطريقة وأهو فوق العمود الأمامي عمود أمامي تمام؟ عمود خلفي عمود أمامي طيب في تغيير لأ ما فيش أي تغيير خلاص أنا هكمل السطر ده كده وبعد كده هنبدأ بقى في الجيبة ذات نفسها يعني خلاص هنخلصه بنفس الطريقة خلصت أهو برضو وصلت لأخر سطر تمام؟ هقفل بمنزلق تمام؟ كده أهو ماشي خلصنا وسط الجيبة طيب أنا كل اللي هعمله إن أنا هبدأ إن أنا هرتفع سلسلة واحدة بس هرتفع سلسلة واحدة بس خلاص أهي وبعدين في نفس المكان هدخل هعمل نص عمود تمام؟ طب ليه؟ أنا عايزاها يعني هي اجيبة البيبي فحسا العمود بيبقى هيبقى نفرغ أكتر أنا عايزة عملاها هتبقى يعني إيه مقفولة شوية فاهميني؟ تمام هندخل في كل غرزة هنعمل نص عمود للي برضو إسه مش عارف النص عمود عادي كأني بعمل عمود هاخد اللفة على الإبرة معي أو الخطة على الإبرة معي وهدخل في الغرزة وهطلع بالعمود بدل ما كنت باخد ده عشان أسلك اتنين واتنين لأ أنا هسلكم كلهم مع بعض تاني اللفة معي وهدخل وهسحب برضو هي في آخر حاجة باخد التلاتة مع بعض تمام تمام ممكن ده هياخد وقتا معاكي شوية طبعا عن غرزة العمود العادية بس أنا ده بنسبع لي بصراحة هيبقى أحلى بكتير ماشي طيب هندخل هنعمل نص عمود زي ما قلنا وهرجع وريكو آخر السطرة هيبقى إيه عامل معنا إزاي بقى لما نخلصها خلصتها خلصنا أول سطر هندخل بقى في أول غرزة معنا عشان نعمل المنزلقة عشان نقفل السطر تمام كده بصوا جميل قوي بصراحة تمام هنلف الشهر خلاص هنرتفع السلسلة تمام كده وفي نفس المكان هدخل أعمل أول نص عمود تمام ويهاكمل الحوار ده كده رايح جاي رايح جاي لو مش هتعملي فيها أي شغل من اللي احنا من اللي ظاهر عندك في الصورة خلاص بتكمليها بطول 24 تمام كده لو هت لو هتعملي فيها شغل زي اللي احنا هنعمله بتعمليها الحوالي مثلا 12 سنتي أو 10 سنتي عشان نبدأ نعمل فيها الشغل بعد كده تمام يبقى أنا هكمل هكمل السطور دي لحد ما نوصل 10 أو 12 سنتي السطور بس من غير من غير الأستيج بتاعها أو من غير البليسي ده وهرجع عشان نكمل سوا واركيب تعمليه الشغل اللي فيها ازي أنا هنا خلصت آخر سطر تمام عملتها بطول 24 سنتي زي ما قلت لكم خلاص كده ثماني واركيب تعمليه واركيب تعمليه واركيب تعمليه من ورا اقوم جاية دخلة مع الختين دول كده ماشي واسحب خلاص بقت عندي غرزة اهي خلاص طيب احنا كده احنا كده خلصنا الشغل بتاعنا ماشي بالطريقة دي تمام هنيجي بقى هنبدأ من ورا انا عندي عدد الغرز هنا بيقبل الاسم على ستة انت عندك لو بيقبل الاسم على خمسة لو بيقبل الاسم على الاربعة يعني انت بتعديهم وبيتشوفي بيقبل الاسم على ايه وهنبدأ نعمل اللي احنا هنعمله ده هنبدأ كده هنا ندخل بالابرة كده ونشد الخيط خلاص ونرتفع غرزة تمام كده تمام وفي اللي بعدها هنرتفع هندخل كمان غرزة خلاص يبقى دي كده ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة خلاص ادي اتنين ادي 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 ا live ثلاثة أربعة خمسة وفي الغرزة الستة عملت الحشو واحد اثنين ثلاثة وفي نفس المكان امتلك العدد اللي عندك بابل اسم على كام؟ لو قبل اسم على الخمسة هتعملي واحد اثنين ثلاثة اربعة وفي الغرزة الخمسة هتعملي الحركة بتاعتنا دي تمام؟ اهو انا هخلصها ماشي وهرجع لكم ولما نخلص السطر ده كله اللي الاخر خلاص بنقفله عايزي بنقفل بواحدة هنا يعني هنا بنعمل حشو والثلاثة سلسلة وبنقفل في دي تمام؟ وبعد كده بنعمل بصوا اي ديكور عندك خلاص كده اي ديكور عندك انت حبه خلاص بصوا انا هنا عملتها مفروضة كده خلاص انا مش شرط عليكم دي عشان كده مجبت الكوش طريقتها تمام؟ كده ويه بسبت دي جواها ويه باشدها كده خلاص ممكن هنزل لكم طريقتها في شورت خلاص سريع المهم ان هي وردة عدية انا عملت سبعة حشو وكل غرزة فيها تلاتة عمود يعني دول واحد وعشرين وعمود وفي كل غرزة عملت غرزة بيكو تمام؟ وبعدين لما بسبتهم وبقوم جاي شدة الخيط هيبصوا من وراء مقعرة شوية وهكذا هسبتها بقى كده هسبتهم بالطريقة دي كده يعني بعد ما اخلصهم ماشي ممكن نخليهم في الجنب شوية كده بحيث يبقوا في الجنب نسبتهم بقى في الجنب ان نطورهم طريقة متساوية طريقة عشوائية زي ما تحبي الموديل يطلع معاك انا هخلص دول وهخلص السطر وهزبطها وهرجع عشان هوريكو كمان عشان نعمل الحزام كمان بتاع الوسط انا خلاص خلصتها اهو لزقت التلاتة دول بس اهو تمام شكلها حلوة على الحقيقة جدا احلى من الفيديو كمان لانها سمبل اوين فاش اي حاجة الحزام بتاعها هعمله حوالي طوله مثلا تسعين سنتي خلاص كده هبدأ عايزة تعملي فيه اي شكل بقى انت حبايا تمام انا بالنسبة لي هعمله سلسلة بس تمام اهو هفضل اعمل السلسلة عادي جدا لحد ما اوصل لطول تسعين سنتي وبعد ما اوصل لطول تسعين سنتي هقوم جاية مدخلاهم هنا هدخل الابرام تحت العمود ده كده واسحب فاهميني كده واسحبه بحيث في الاخر يبقى في المنتصف تمام تمام هخلصوا ادخله فيه الفراغ بتاعها تمام وهنرجع عشان اوريكو الشكل بصي انا هنا عملت سلسلة محترمة كده تمام انا عندي لجي فكرة كويسة برضو عشان مش بعد ما تقصي تلاقيها طويلة او تلاقيها قصيرة او كده انت هتيب الخيط ده زي ما هو تمام تمام انا قلت يلا نعمله سوا هنا مع بعض انت عندك طبعا طرف الخيط اللي انت بدأت بيه خلاص هنحطه في الابرة دي كده تمام تمام خلاص وهندخل هنبدأ كده ادي المنتصف مثلا تمام هندخل من هنا معي هنبدأ اهو بصوا شايفين الابرة بتدخل ازاي اهو حاجة في منتهى السهولة تمام تمام هنفضل بقى ندخل كده لحد ما نوصل للمكان اللي احنا بدأنا منه تمام يعني ايه الموضوع مش صعب او خلاص لما توصلي بقى للمكان اللي انت بدأت منه اللي هو برضو في نص الجيبة هتشوفي اذا كنت محتاجة تعملي زيادة خدي بالك عشان الخط ما يفلتش زي ما كان هيحصل حالا دلوقتي اذا كنت انت بقى محتاجة زيادة ما يحتاجة تقصريها تمام ده افضل حل وخصوصا لو كنت مبتدي اياه اهو خلصت اهو وصلنا للنص طبعا انا السلسلة دي اللي عندي اطول فانا هشد تمام كده اهو بتزبطيها انت بقى بالطريقة اللي انت عايزيها نشيل بقى الابرة دي كده خلاص نشدها كمان حبة صغيرة كده تمام تمام بقى اللي عندنا اهو تمام انا شايفا ان احنا نقطعه خلاص الخيط كده مناسب جدا ماشي اهو بتكشكشيها شوية بقى كده تمام تمام ان يبقى شكلها لطيف كده ويه هنعمل الفيونكا خلاص اللطيفة دي كده وهنمسك دول بقى هنشدهم جامد جدا 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 وبعدين هتقصيهم عايزة تحطي حاجة من هنا من تحت تمام مش عايزة ده براحة خلاص احنا كده بنكون خلصنا الجيبة بتاعتنا بكل التفاصيل بتاعتها اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وانتظرونا الفيديو للبعد ان شاء الله في الحلقة اللاكلوك بتاع اشتركوا في القناة